أصدر محافظ الدقهلية طارق مرزوق قراراً بالزيدة تعريفة الأجرى على جميع وسائل الموصلات العامة الداخلية والخارجية بنسبة 10% وشمل القرار وسيرات الميكروباس والأجرى مع التأكيد على عدم زيادة أسعار استوانات البوتجاز أو الغاز الطبعية كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بهدف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتفادي أي استغلال للمواطنين